اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين نفده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواع سرورنا أن نعرب لجلالتكم عن خالص التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين مجددا في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات الفورم اللوان 2017 فقد باتت مملكة البحرين بفضل غيادتكم الحكيمة وجهود أبنائها المخلصين مركزا حضاريا مرموقا يتطلع إليه العالم ويأتي هذا النجاح إضافة جديدة وامتدادا للإنجازات الحضارية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عهدكم الزاهر وإننا إذ نعبر عن اعتزازنا بهذا الإنجاز الكبير وبما حظيت به تلك الفعالية العالمية من دعم واهتمام متواصل من جلالتكم حافظكم الله لندعو المولى عز وجل أن يرعاكم بعنايته ويشملكم بتوفيقه وأن يحقق دوما على أيديكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة ما يصب إليه شعبكم من تقدم ورفعة وازدهار والله يحفظكم ويسدد على الدوام خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم الكريم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة لشكرنا الجزيل وامتناننا العميق للتحنيات التي حملتها إلينا برقية سموكم بمناسبة نجاح سباق الفورملا وان مما أسهم في تعزيز مكانة مملكتنا الغالية على الصعيد العالمي حضاريا ورياضيا واقتصاديا بحيث تؤكد حضور مملكتنا في مصاف الأمم المتقدمة مع تمنياتنا الخالصة لسموكم بدوام الصحة والعافية ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورم اللوان هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورم اللوان 2017 هذا النجاح الذي يضاف إلى ما تم إنجازه في السنوات الماضية منذ بدء استضافة مملكتنا الغالية لهذا الحدث العالمي في ظل توجيهاتكم السديدة ورعايتكم وتشجيعكم للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناؤكم ومختلف الجهات المعنية سيدي صاحب الجلالة إن النجاحات المتوالية التي حققتها مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباقات الجائزة الكبرى قد رسخت اسم المملكة على خالطة السباقات الدولية في ظل التميز والإصرار على الإنجاز بهوية بحرينية وبسواعد أبناء مملكة البحرين الذين استطاعوا الحفاظ على المستوى الرفيع ومواصلة الانطلاق من نجاح إلى آخر وهو دور يلقى كل الثناء والتقدير من جلالتكم حفظكم الله ورعاكم وبهذه المناسبة نرفع إلى مقام جلالتكم الكريم كل الشكر والتقدير والإمتنان ونعاهد جلالتكم على المضي قدما مستنيرين بنهجكم وتوجيهاتكم لتحقيق التطلعات المنشودة نحو الارتقاء بمسيرة التنمية والتطوير وتحقيق المزيد من النجاحات لحلبة البحرين الدولية ومردوداتها على الاقتصاد الوطني داعيا الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بمفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكتنا الغالية وشعبه الكريم المزيد من التطور والإزدهار في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بخالص التهاني وصارق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بالتهنئة العميقة لسموكم بما وفقكم الله عز وجل بنجاح سباق الفرم اللوان والتي تعتبر إنجازا رياضيا وحضاريا واقتصاديا لمملكة البحرين العزيزة حيث أكدت مملكتنا حضورها المميز على خارطة العالم المتحضر مما عزز مكانة بلدنا الغالي في الساحة العالمية تهنئة لسموكم ولجميع الذين أسهموا معكم في نجاح هذه الفعالية المميزة حفظكم الله ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورميلوان هذا نصها صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه وليلعه نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسرنا نعبر لسموكم عن خالص تهانينا بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورميلوان الفين وسبعة عشر وإننا إذ نشيد بجهود سموكم الكبيرة والمتواصلة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير وظهوره بهذا المظهر المشرف والذي يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين لنؤكد أن هذا الإنجاز والنجاح هو إضافة جديدة تضاف إلى إنجازات مملكة البحرين والتي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وجهود أبناء البحرين المخلصين وما أظهره من كفاءة عالية في تنظيم وإدارة هذا الحدث العالمي الهام كما في كافة المواقع والمجالات ندعو المولى عز وجل أن يديم على سموكم التوفيق والسدادة في كل ما تبذلونه من جهود مخلصة مباركة إسهاما منكم فيما نسعى إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء كما تلقى صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان 2017 إنما تحقق اليوم من نجاح استضافة حلبة البحرين الدولية لسباق الفورميلوان يضاف إلى النجاحات المتتالية التي تؤكد إصرار مملكة البحرين وبسواعد أبنائها المخلصين على تحقيق التميز الذي يعكس موقع مملكة البحرين على صعيد هذه الرياضة العالمية صاحب السمو كما أود أن أشيد بهذه المناسبة بما قدمته الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات سموكم حفظكم الله من تسهيلات ودعم وتضافر كافة الجهود كي يكون هذا الحدث ممكنا بمواصفات عالمية وفي هذه المناسبة الطيبة التي نشهد فيها إنجازا تسجله مملكة البحرين في ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه سائلنا الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر